اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وستة واربعين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة بما ان القمر موجود في برج العقرب معناته هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطد ضغط عاطفي محبط بوسعنا في الفترة هاي الاهتمام بامور الها علاقة بشركات التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا اول زاوية زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي زاوية طبعا تأثيراتها رح تكون مستمرة لغاية اثنين وعشرين واحد هاي زاوية سبب بانه بالفترة هاي رح يثور اعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن كما انهاي زاوية بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين بدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق او ظواهر طبيعية كالزلازل والوراكين والتعرية والامور المناخية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي تأثيراتها لغاية يوم ستعاش واحد يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع كمان هاي زاوية بدل على انها هاي الفترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية للأسواق لانها راح تلاقي فشل او عقبات غير متوقعة وربما انها تتعرض للحضر من المستحسن تجنب اقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها او وقوع حوادث غير متوقعة يكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث برضو هاي الفترة بتفسد فيها اخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي هاي الفترة من الافضل عدم الاستثمارات او تجنب الاستثمارات في هاي الفترة خصوصا الاستثمارات اللي الها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية لانها ممكن تعرف تراجع مفاجئ في المداخل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون وتأثيرات هاي الزاوية حتى يوم سبعة عشر واحد هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث ايجابية بين القمر وبين عطارد وتأثيراتها طيلة النهار نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا ذروة هاي الزاوية الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوب السلبية بين القمر وبين اورانوس وبرضو هاي تأثيراتها الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء ابتغلقت لدينا شعور بالملل من اي عمر روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا ذروتها راح تكون الساعة سبعة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذا بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البرستاتة عظم العانة والجينات طبعا هاي الأعضاء ما لازم نعمل لها عمليات جراحية الا اذا كانت اضطرارية اما باقي أعضاء الجسم فما فيه اي مشكلة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العقرب معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة سبعتاش واحد بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة ثنتين وستة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 11 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة 30% القمر في العقرب حتى يوم سبعتاش واحد سعيد الآن بنسبة 10% بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 15% في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش واحد منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم سبعة وعشرين واحد منتحس بنسبة 25% ولكن بعد ساعات منتصف هذه الليلة بصير منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة 15% وزحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم اثنان وعشرين واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم ثلاثة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر الآن صار في البيت الثامن يعني أمور تحركت شوي هيك انتقل من مقابلتك فعشان هيك التركيز كلها راح تكون على الأمور المالية خلال هذا اليوم فهذا اليوم يحمل لك فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو بنك أو ضريبة أو تامين أو ميراث أو مطالبة بحقوقك أو أموال الزوج ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا انكوا تعالجوا كل الأمور بعقلانية أكثر وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء ما تدخلوا بمشاكل وحدية واستشيروا الأهل الاختصاص بكل الأمور المالية وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على العقود والمشاريع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما يعني بمعنى آخر بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وبدعمها أكثر فأكثر وبإمكانكم يصير فيه مصالحات ما بينكم ولكن دون عصبية يعني بتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ما توجهوا أي انتقاد ويبعدوا عن المشاكل لأنه اليوم ممكن تتعرض لقاءاتك للفشل الفترة هاي ضاغطة فعشان هيك ممكن تشعر بأنه طاقتك ضعيفة أو أنك مظلوم أو مقهور فحاول أنك ما تيأس وكون صبور لا بس لأيام بسيطة يعني يوم وبعدين الأجواء بتتغير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر الآن في بيت العمل وبيت الصحة يعني بمعنى آخر بتكوا تركزوا على أعمالكم بشكل كامل ما تتغيبوا عن عملكم ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم ما تدخلوا بأي مواجهات مع زملائكم أو رأساكم بالعمل وإنجزوا الأعمال المتراكمة أو الأعمال الضرورية ونظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر ما ترهق حالك كثير وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء حاول أنك ما تكون عنيد وتتشبث براهيك استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك اليوم رح تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح لأن القمر في البيت الخامس يعني طاقة وحب وحظ فما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ولكن حاولوا أنكم ما تغامروا بالأمور المالية ممكن تنجحوا في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم ماضح أو اليوم تمارس هواية أو نوع من أنواع الترفيه أو تهتم بمظهرك وأمور التجميل فخصص وقت لعائلتك أنت اليوم بحاجة مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع محيطك برج الأسد بتنهمكم اليوم في إدخال تعديلات على مسكنكم أو نشاطات عائلية واليوم منكم أشخاص ممكن يهتموا بأمور العلاقة بالبيت بترتيب بتصليح بمشتريات بيتية أو اهتمامات عائلية ممكن يصير بعض المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأن هذه الفترة متوترة وممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والنقاشات والحوارات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران تعتبر هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالهدوء والحكمة والموضوعية حاول أنك برضو تتكلم وتعبر عن عواطفك بوضوح اليوم في شيء له علاقة إما أنك بتقنع أشخاص بوجهة نظرك وهذا رح يكون لصالحك أو رح تسمع خبر سارب برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم اليوم اليوم التركيز كله على الأمور المالية والفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي على الأغلب بيكون من عمل إضافي وتعتبر هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء إنك تتحرك اسعى للوفاق والحلول الوسط والطفل الأجواء حسن علاقاتك أهم شيء إنك ما تغامر بالأمور المالية ما تجازف باستثمارات مالية وانتبه على أموالك من بعض المحتالين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكم نشاط وحيوية وبينجذ بلكم أفراد من الجنس الآخر بسبب طاقتكم الفائضة بإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة من شأن هنهتدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث اليوم بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم تستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره أو تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بعضكم رح ينطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك اليوم هذا رح يكون يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر ولكن حاولوا أنك تنجزوا الأعمال بشكل روتيني أو اللي بتقدروا عليه من عمل ضروري وحاولوا أنك تأخذوا وقت من الراحة من وقت لآخر وحادروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل بسبب وعود ما رح يوفى فيها الحدود قليلة فأهم إشي أنه اليوم ما تجازف بشيء في نوع من أنواع التأخير أو الفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم إشي أنه حاول أنك ما تعمل وحيد يعني حاول أنه تكون علاقاتك الاجتماعية أو من خلال معارفك أنك تنجز أعمالك وشارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب اليوم رح تفرحوا بوجود أحد الأصحاب أو ممكن ترفعوا عن نفسكم في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبإمكانكم اليوم أنكم تنجحوا بإثبات جدارتكم ونال رضا المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال وحاول أنك تكون هادئ طبعا اليوم في كثير من الأمور اللي أنت رح تنضغط فيها فعشان هيك ما تجازف وما تغامر وما تشوه سمعتك وحاذر الغضب والعدائية والخلافات اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التكريم إلك أو ترقي معينة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز اليوم كله رح يكون على الاتصالات البعيدة وتعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية أو الدراسة وممكن اليوم يصلكم خبر من خارج البلاد أو من أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم يعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة وممكن بعض موليد برج الحوت يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة بتهتموا بهواية جديدة وبتكونوا نشطين جدا ومتحمسين لمتابعة أي موضوع وعندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء